افتتح اليوم أول معبر إنساني بين محافظتي إب والظالع بعد طول تعنت للميليشيات الحصية التي كانت سببا في إغلاق المنافذ الرئيسية بين المحافظتين وتشديد المعاناة على السكان وتم افتتاح طريق قاطب الفاخر إب أمام الحركة التجارية والمسافرين اليمنيين بين المحافظات على أن تبدأ الحركة رسميا في هذا الطريق صباح اليوم الأحد ومن المرجح أن يتم افتتاح طريق آخر خلال الأيام القادمة هو طريق دمت الظالع ورحبت المقاومة الجنوبية والمشتركة في بيان لها بالجهود الأممية الرامية لفتح الخط العام الرابط بين مديرية قاطبة ومحافظة إب عبر خط الفاخر كمعبر إنساني لمرور البضائع والمسافرين اشتركوا في القناة